للمفاجأة الأستاذ مصطفى سيف العماري عضو مجلس إدارة في أحد مجالس مرتضى منصور وخبال حضرتك وابن عمنا المحترم سيف العماري رحمة الله عليها شوف بيقوله استوقفني تصريح وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي بدعم الزمالك بمبلغ مئة مليون جنيه من جهات مختلفة ولكنه يتبرأ الآن ويرفع لديه من أي إخفاق يحدث للفريق وللنادي وكأنه أدى المقلوب منه رغم أنه منذ أتى باللجنة الحالية التي لم نشعر منها إطلاقا بأي بوادر للنجاح وأخفقت في ملفات كثيرة ولا تعرف كيف تدير فكيف اتلقى دعم بمبلغ مئة مليون جنيه ولا أتخلص من أغلب أزماتي فرغم خلافات الشديدة مع رئيس النادي السابق إلا بص خلي بالك نفس كلام شريف مونير حسن هما كانوا كاتبين البصت مع بعض لمؤفزة الله أعلم مع كل الاحترام والتقدير للاتنين لهم مني كل التحية والتقدير بص خليك في اللي جاية إزتونة في اللي جاية نفس كلام شريف مونير حسن بص شايف رغم اختلافي برضي لازم كل واحد يقول لي اختلافي لازم كل واحد يقول لك رغم اختلافي شفت انت الفيلم وأكد لك أن طعم لك ولا يمكن تكون غير ليك طعم ليك ومش هتمكن لا يمكن تكون غير ليك بص رغم اختلافي الشديد خلافاتي الشديدة مع رئيس النادي السابق إلا كأنه كان يعرف تداري المؤسسات الكبرى والأندية الجماهرية وهو ما نفقده الآن وكما أكدت سابقا لا أفكر مطلقا في قوضي الانتخابات ورغم أنني كان لدي الفرصة للترشح في الانتخابات السابقة رفضت الترشح لأن كل تفكيري يكون دائما لصالح نادي الزمالك سواء كنت في إدارة النادي أو لا أتولى لا أتولى أي منصب بالنادي وهو ما فعلته وتقدمته بمقترحات كثيرة لللجنة الحالية لتنفيذ مشروعات تدر دخل على النادي وتكون متنفسا لحل الأزمة المالية إلا أن اللجنة لم تخطو أي خطوات نهو التنفيذ بل يتباه أعضاؤها بتلك المقترحات كأنهم أصحابها رغم ذلك دون التنفيذ والسؤال الآن هل تعيي اللجنة لإدارة النادي كانت وفقا لقدرات وإمكانيات أفراد باستطاعتهم إدارة نادي عريق وواحد من أكبر أنديات أفريقيا أم مجرد علاقات وأشخاص محسوبين وتابعين والآن تتبرأ معالي الوزير من نتائج تعيين اللجنة التي أتيت بها أنت خلي بالك رغم اختلافي الشديد خلي بالك رغم أني أزماتي معه خلي بالك رغم أنه خرب بيتتي وأزالي وهل من الرجولة أني اللي أزاك وخرب بيتك يا شرب بي مونير تدي إحاءات للناس أنه منقذ وأنت تعلم أنه أهدر مليارات على نادي الزمارك هل من الأمانة يا مصطفى بي وكلاكما كنت عضوة مجلس إدارة إنك إنت تطلع تتكلم في التوقيت ده بالكلام ده وتيجي بدل ما تقول للناس أشهد أمام الله إنه هو اللي دمر النادي وهو اللي جاب النادي لمس أكتاف وهو اللي سابها أرض محروقة لا يصلح بعده شيء لسنين تطلع تقوله هذا الكلام وتضلله بالناس وفي الأكتر تصدر تقولي رغم اختلافي ورغم أزماتي ورغم أنه أزاني ورغم أنه مش عارف إيه هل هذا يعقل يعني أن يقال هذا من غير مصطفى سفل عماري الراجل المحسوب على مرتضى منصور علنية لما يتكلم ومع كل إخفاق يصيد في يصيد ويستغل الظروف هذا حقه